طيب ما بعد الفوز الخاص بالنادي الاهلي بطولة السوبر أكيد طبعا بعد الأخبار الخاصة بيه بفكرة الرجوع مرة أخرى إلى القاهرة النادي الاهلي يعني رجع مبارح بعد المباراة ولكن محمود متولي الحمد لله طمين عليه مبارح من خلال طبعا تصريح ليه أنه هو كويس ودني بالنسبة له تمام ولكن يعني الجهاز الطبي فضل أنه هو يفضل في الإمارات عشان طبعا عملية الطيران وحاجات كتير بتحصل بتأثر طبعا على الوظائف الخاصة بالجسم وبالتالي يعني فضلوا أنه هو يبقى موجود لأنه عنده ارتجاج في المخ فضلوا أنه هو يبقى موجود في الإمارات ما يرجعش معه على البعث وبالتالي يوم كمان ويرجع يكون اتطمنه عليه والأمور بقت مستقرة بالنسبة له محمود متولي ألف سلام عليه واحد من اللعبين للرجالة الحقيقة هي بعد موضوع إصاباته في فترة اللي فاتت وارجوعه وبقى لعب أساسي بيفرق كتير جدا في خط الظهر هي خط الظهر النادي الأهلي يعني دلوقتي بقى خط ظهر قوي جدا موجود عبد المنع موجود ياسر إبراهيم رمي ربيعة متولي حاجة جميلة جدا والإضافة طبعا لخلال عبد الفتاح ممكن يبقى موجود برضو لو بتبقى تعوز محمد هاني يقدر يقوم بقلب الدفاع وبالتالي خط الظهر عنده تنوع كتير جدا في المهارات وتنوع مهم جدا بالنسبة له الفريق ده بالنسبة له محمود متولي دهنا بعض الأخبار خاصة عن النادي الأهلي أنا قلت ممكن مع كابتان أسامة عربي إن ياسر إبراهيم وعمر السلية إن شاء الله هيكونوا موجودين مع الفريق في مباراة الترجق القادمة مكسب كبير جدا عودة اتنين من اللاعبين الأساسيين في الفريق بالتالي حلول بقى بالنسبة لك والنادي الأهلي الحقيقة عنده مجموعة من اللعيبة وسكوات هايل صراح كبير وهايل تقدر بقى تشتغل عليه وراجل بنفسه مبارح من خلال المؤتمر الصحفي قالك أنا يعني في تشكلتي لما بشتغل أنا عندي اللعيبة كلها وصلت لمرحلة إن هما في مستويات متقربة فأحط ده هيشتغل هحط ده هيشتغل هيدي المنتج الكويس أو الإنتاج الكويس في كل واحد ممكن يبقى موجود لأنه كلهم قريبين جدا من بعض ومستوام الفني متساوي بشكل كبير وبالتالي ده المكسب إن عمر السلية بقى متواجد هو وياسر إبراهيم في المباراة القادمة بعض الأمور خاصة بقى بي نهاية الموسم وإن في كلام عن رحيل ديانج إحنا قلنا برضو إن ديانج بيطلب في وقت موقعات إن هو يحترف ومكسب كبير لنادي أهلي لو باعه بمبلغ كويس ويبقى إنت عندك مرحلة عطية دلوقتي عندك طبعا حمد فاتحي عندك عمر السلية في لعيب طبعا بوبو طبعا نجم فيوتشر أحد اللاعبين برضو إلا تحت المنظر لعيب صغير إن هو يرجع للنادي الأهلي ويبقى موجود مع النادي الأهلي في الفترة القادمة وبالتالي ده شيء برضو بيقرب اللاعب ده من النادي الأهلي في حالة رحيل ديانج طيب برضو المهاجم هنقعد نفكر داد الأهلي بيفكر في المهاجم موليكة الأمور بالنسبة له تأزمت بشكل كبير نظرا للمقابل المادي اللي طلبوا فريقه البحث مستمر والبحث في كل اتجاه ومكان عن فيرويد يليق ويكون بنفس المواصفات اللي محتاجها الأهلي مهاجم الجيش الملكي المغربي مهاجم كاب فردي أو الراسل أغدر أحد المهاجمين اللي يعني كويسين حقيقة كاب فردي من المنتخبات وواضح إنهم عندهم منتخبات قوية وواضح إنهم عندهم كمان مواهب عشان كده أنا بشوف إن المغرب العربي بداية من تونس والمغرب والجزائر عندهم ناس بيروحوا ويدوروا بشكل قوي الحقيقة عشان كده بيجيبوا لعيبة وبيستفادوا منهم بعد كده للبيع بالنسبة بقى للخليج أو لمصر زي ما تشافين كده مجموعة كبيرة من اللاعبين بيجوا هنا في الدوري المصري هو ديني يورجيس ده مهاجم وهدف الدوري أو الدوري المغربي وهدف الجيش الملكي المغربي أحد اللاعبين المميزين الحقيقة مع فريق الجيش الملكي المغربي المتصدر حاليا الدوري الممتاز المغربي الأهلي هسافر إمتى لتونس؟ إن شاء الله يوم الاثنين يوم تمانية إن شاء الله يعني عندهم أم ريجهم بارح نهاردة وبكرة سبت إحنا خلاص دقائق وهنبقى الحد ويعني الأمور بالنسبة للأهل إن هو عايز يروح بقدر شوية يقدر يتمرن كم تمرينة كده ويكون مستريح فيهم عشان فعلا هي مباراة صعبة وجود جمهير عدم وجود جمهير أنت بتلاعب الترجي التونسي أحد الأندية العريقة في القرى أفريقية واللي حاصل برضو على عدد من البطولات الأفريقية وبالتالي عنده خبرات كبيرة وبالتالي لازم تكون بتساعد بشكل قوي وأعتقد إن كاتسالد حفيظ كابتن سيمق مصان عندهم الخبرات دي إن هم يقولوا الراجل إحنا نروح بدري نقدر نستريح نقدر نتمرن بشكل جيد ونستعد للقاء في تونس أفضل من أنت مثلا تأخر يوم للسفر لأ كده أحسن بالنسبة ليه النادي الأهل إن شاء الله هسافر يوم الاثنين والمباراة إن شاء الله هكون يوم الجمعة القادمة بأمر الله